أحسن الله إليكم صاحب الفضينة هذه زوجة عليها زكاة وتريد أن تخيجها وزوجها عليه بعض الضيون هل لها أن تعطيه من الزكاة التي عليها؟ هذه مسألة خلافية عند آل العلم هل للمرأة أن تعطي زكاةها لزوجها؟ أو لا؟ بعض العلم يرى أنها لا تدفع زكاةها لزوجها لأن زوجها ينفق عليها فإذا دفعتها إليه وأنفقها عليها رجعت زكاتها إليها فلا تدفعها إلى زوجها لألا ترجع إليها وينفقها عليها وبعض العلم يرى الجواز واستدلوا بحديث زينب الثقافية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما طلب منها أن تتصدق عليه من ما عندها من الحلي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه إن عبد الله يطلب مني أن أعطيه من صدقتي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق عليه أمرها أن تتصدق عليه وأن تعطيه من صدقتها قالوا والظهر إن هذا زكاة ولكن الصحيح إن ما هي في زكاة إن هذه صدق التطوع إنها صدق التطوع هذا هو الظاهر لأن لأنها أعطته لينفق عليها وعلى أولادها وأولادها لا تحل زكاةها لهم لا تحل زكاة الوالد لولده لا لوصوله ولا لفروعه ولو كانت زكاة لما أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها لزوجها وأولادها فدل على أنها تبرع وليست زكاة وهذا هو الراجع تقريبا نعم